انتصار جديد للديبلوماسية المغربية في مواجهة نظام العسكر الجزائري هذا الانتصار هذا النتائج دياله الاقتصادية غضي نلمسوها من هنا أشعر قليلة بالحجة والدليل لكن هناك نتائج أخرى وهذه النتائج هي ديبلوماسية فعلا بدينك نلمسوها مباشرة من بعد الخسارة ديال النظام العسكر الجزائري وغضي نهضره على تونس اللي بدتك تطلب الودة ديال المملكة المغربية من اللي شافت الخسارة اللي قد تكبدها الجزائر سواء في العلاقات ديال المغرب مع فرنسا أو اللي في هذه الخسارة الجديدة أما في خبر آخر غضي نتحدثو على الشركات المغربية الشركات المغربية اللي بدتك تلقى موطئ قدم لها في المشاريع المستقفالية ديال المغرب وكما كيقول المثال خيرنا ما يديه غيرنا هذا الأمر هذا غضي يفتح باب كبيرة الشركات المغربية أنها تستمر داخل القارة الإفريقية وتنافس الشركات الفرنسية والصينية وما إلى ذلك أما أخيرا نختم الفيديو ديالنا بالشأن الفرنسي مطالب لإقالة إيمانويل ماكرون كتوصل الـ 186 ألف واحد اللي وقعوا واحد العارضة أن تشوفوا الأسباب ديالها هذا المطالب هذي واش غير يمكن فعلا إقالة الرئيس إيمانويل ماكرون ولو قح هذا الأمر هذا لا قدر الله كيفاش غير يكون العكس دياله على العلاقات الفرنسية المغربية هذي الأخبار ديالنا اليوم إلى كتهم كتلم المواضيع بقام معنا للآخر باشتعرف التفاصيل متابعين الكرام ورحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتكم قناة المهاجر كما العادة مع سوفيا المرزوقي نقش أخبار حصرية ومتنوعة أول شيء كنشكركم جزيل الشكر على الدعم للكم على الحضور للكم تائم معنا في هذه القناة وكان نقول لكم نحن ملتزمون كما العادة باش نبحثو على الأخبار الحصرية والمهمة اللي كتهم المتابعين ديال القناة هذه وكان طلبوا من الناس لأول مرة كيشاهدونا طبيعة الحال لنضموا العائلة ديالنا إلا كنت كتهمهم هذ المستجدات اللي كتهم العلاقات المغربية يعني مع باقي الدول القريبة مننا وكذلك حتى اللي عندها علاقة من قريب أو من بعيد مع المملكة المغربية بدأوا على بركتي للإخوان بأول خبر في هذه الحلقة هذه وخذينمشوا لواحد صدمة حقيقية واحد الضربة من الطراز الرفيع اللي تلقاها نظام العسكر الجزائري في هذه الساعات الأخيرة كما عرفتوا الإخوان حاليا كنا واحد القمة هذه القمة هذه ديال يعني منتدى الصين أفريقيا فيها يعني المملكة المغربية غادية باش تنتصر بكل ما تحمي الكلمة من معنى وباش تنتصر اقتصاديا كتر من ديبلوماسيا لماذا؟ لأن القضية ديالة الصحراء المغربية المغرب حسمها فشوف الفرق ما بين نظام الكابرانات اللي ما عنده احتميل في اقتصادي في هذا المنتدى هذا الفرصة السانحة لكل الدول الإفريقية أنها تدخل يعني مع دولة قوية مثل الصين استثمارات حقيقية يعني المستقبل ديال القارة الإفريقية كين في هذا المنتدى هذا تصوروا معاي أن الجزائر الرغبة الوحيدة اللي عندها يعني ببعد نظر ديالها محدود الرغبة الوحيدة اللي كانت عندها بغى تحقق هدف واحد شنو هو هذا الهدف هذا؟ هو أنها تنتصر على المغرب وتحقق يعني ذاك النشوة ديالها أنتع فرض مرتزقة البوليزاريو بيني وبينكم الإخوان كون قاع يعني لينفرد أن الجزائر نجحات أنها تجيب ميليشيات البوليزاريو يحضروا في هذه القمة هذه كون انتصرات لينفرد انتصرات على المغرب في هذه القضية هذه واش كنت قد تغير من الأمر شيء واش كنت قد تربح شيء حاجة اقتصاديا أو لا سياسيا أو لا واش كنت قد تحقق شيء إنجاز ما كانت تحقق شيء حاجة هذا ذليل على أن نظام الكابرانات مهما مهما للمصالح ديال الشعب ولا تشيء حاجة الغرض الوحيد عنده هو مضايقة المملكة المغربية لكن حتى هذا الغرض هذا وما نجحش فيه بطبيعة الحال وكانت واحد الخيبة ديال الأمل قاسية هنا السؤال لي كيف قد تروح علاش الجزائر ما دارتش نفس الأمر اللي دارتو مع اليابان علاش الجزائر ما جابتش ميليشيات البوليزاريو بباسبورات مزوارة ودخلتهم للصين ودارت نفس الأمر اللي يالله دارتو في قمة التيكاظ في اليابان هنا قد نجاوبكم أولا علاش الجزائر ما قامتش بنفس الأمر وهذا أمر مهم جدا للغاية خصنا ضروري نطرقوا له قبل ما نبدأوا نتحدثوا على نتائج الإيجابية اللي خرجت بها المملكة المغربية من هذا الانتصار هذا علاش الكابرانات مداروش بحال يدارو افتكاد يالله مؤخرا وزوروا الباسبورات كان بإمكانهم يديروا نفس الخطوة ويقول لك رحنا نجحنا ورحنا حققنا واحد الإنجاز والنضوع وتن يجيبوا المصارعين ديالهم تماك ويتفزوا ويخلقوا المشاكل باش يشوهوا الصورة ديال المملكة المغربية هذه اسميتها الصين ما اسميتهاش ليابان وصعب بزاف على نظام الكابرانات يديروا ولو 0.05 من الخطأ مع الصين ولا مع روسيا نفس الامر وقعت مع روسيا سابقا في الزيارة ديال الرئيس الجزائري لروسيا يعني وكانك يحاول انه يدخل قضية السحراء المغربية في اللقاء دياله مع بوتين مع الرئيس بوتين الا انه ارفض الامر وغير ليه الكلام دياله كامل اللي كان جيد لي به قبل ما يدخل فهنا جوج ديال الدول صعيب بزاف على نظام الكابرانات يتلعبوا بالعلاقات الخارجية ديالهم هي الصين وروسيا فهذا الشي علاش دخلوا مدلولون لهذا القمة هذي مقدروا لا يزوروا بس بورات لا يدخلوا ميليشيات البوليزاريو وهذا الشي هذا يخص اليابان كذالي يكترد له البل مزيان كيف يعقل ان اليابان كدولة تسمح المجموعة ديال العسكر والمجموعة ديال المرتزقة يتلعبوا بالعلاقات الخارجية ديالها مع دولة من قيمة المملكة المغربية هي الصين تربط بعصة من حديث وتصور معاي انه هاد اللحظة هذي جايبة اشهر جزائر ويكتشتغل عليها وكان اللقاء ما بين وزير الخارجي الجزائري والسافير الصيني وكانت الجزائر مستعدت مباطح للصين غير تخلي المرتزقة البوليزاريو يكونوا حاضرين في هذه اللحظة هذي لكي تحقق ولو واحد 0.05 من الانجازات لكن هي عندها اغراض والاغراض ديالها واضحة هو الصورة ديال الجزائر على المستوى الافريقي يعني باش تبان الجزائر وها هو الدليل أمام الأعين ديالنا أن نحتدي بلوماسيا تقطرات الصورة ديال الجزائر على المستوى الافريقي والمغرب ما زال كي انتصر وهي تونس بدأت كالطلب الودة ديال المملكة المغربية قبل ما ندوز نشوف تونس نشوف التفاصيل ديال هذه الدربة القاسية لنظام العسكر الجزائري لتكبتتها في هذه اللحظات هذه لم تدعو بكين مرتزقة البوليزاريو إلى قمة صين أفريقيا التي بدأت أعمالها أمس في الثلاثاء 13 شتمبر 2024 بجلسة لوزراء الخارجية وحاولت الجزائر في 22 غوشة الماضي الدفاع عن مرتزقة البوليزاريو حضورهم في المؤتمر خلال اجتماع بين أحمد عطاف وزير الخارجي الجزائري والسافير الصيني في الجزائر وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع ادعت وسيلة إعلام جزائرية أن حضور الجمهورية الصحراوية الوهمية في قمة الصين أفريقيا أصبح أمرا واقعيا في ذلك اللحظة هذه فشكان عطاف كي تحرك قال لك ودي الحضور دي البوليزاريو أصبح أمر واقعي يعني غادي نكسروا الأنف ديال المغرب لكن ما عرفوش مع من كي تتعاملوا وما عرفوش بأن القيمة ديال المملكة المغربية أكثر بكثير من أن الصين تنزل جيب بوزبال تحضروا في هذه القيمة هذه فهذا الشي علاش فعلا الإعلام الجزائري أرجع خالي لويفاد وما لقاش باش يفتخر وباش يفرح في ذلك اللحظة هذه للانتخابات بدأت تتقرب والسعقات بدأت تتقرب والشعب مقاطع للانتخابات أصلا فهنا كما قلنا خلال الاجتماع بين أحمد عطاف وزير خارجي الجزائري وسفير صيني في الجزائر وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع ادعت وسيلة إعلام جزائرية أن حضور الجمهورية الصحراوية الوهمية في قيمة الصين أفريقيا أصبح أمرا واقعيا وهو ما كذبه الواقع رغما عن أنف نظام العسكر الجزائري الذي لا شغل له ولا ملف على أجندته الدبلوماسية سوى الصحراء المغربية صور أن المغرب سيكون بملفات قوية وهي ستحدثه لها في الخبر الموالي لتخلي شركات صينية صناعة السيارات تجري المملكة المغربية وملفات تقيلة بزاف سيكون بها المغرب لهذه القيمة المغرب ممثالية من أجل شركات صينية والاستثمارات التي تستقطب المملكة المغربية بالخير إن شاء الله النماء البلاد نظام العسكر الجزائري الذي لا شغل له ولا ملف على أجندته الدبلوماسية سوى الصحراء المغربية التي أضحت بالنسبة إليه قضية مقدسة وأصبح مصير الكبرانات مرتبط بهذا النزاع المفتعل حولها لأن حله يعني بكل بساطة نهاية حكم الطغم العسكرية في الجزائر إلى تحلت الأزمة هذه انتهى نظام العسكر الجزائري وهذا ما يخشاه نظام الكبرانات بطعبية الحالة وقبل انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017 كانت بيكين قد رفضت جميع المحاولات الجزائرية والجنوب الأفريقية لدعوة مرتزقة البوليزاريو إلى هذه المنتديات سواء تلك التي أقيمت في الصين أو في الدول الأفريقية وكما هو الحال مع منتدى إندونيسيا أفريقيا لم يعلق مرتزقة البوليزاريو ونظام العسكر الجزائري حتى الآن على رفض سلطات صينية دعوة الجبهة الانفصالية إن استبعاد البوليزاريو المتكرر من هذه المنتديات يعكس بوضوح موقف الصين دائم للوحدة الترابية للمغرب واحترامها للقرارات الدولية ذات الصيلة فشل الجزائر في تمرير مخططها الخبيث وفرض مرتزقة البوليزاريو في مثل هذه المؤتمرات يعتبر ضربة ديبلوماسية للنظام العسكر يضعف موقف الجزائر في هذا الملف المفتعل من طرفها والذي تحاول تأبيده وتفرض إيجاد حله لأن وترفض اعتذر إيجاد حله لأن هذا الأمر يعني نهاية حكم الكبرانات في الجزائر دبا نكشف الأمر ولا أكثر من واضح أن النظام العسكر الجزائري يراهن على استمرار هذا النزاع المفتعل من طرف الكبرانات من أجل ماذا؟ من أجل الاستمرارية في الحكم يعني إلا انتهى هذا الشيء هذا فانتهى نظام الكبرانات تماما وهذا الشيء هذا اللي يخافون منه طبيعة الحال هو النهاية ديالهم القريبة إن شاء الله بإذن الله لأن علاش كين بزاف ديال الأمور المنتظم الدولي ما ديش يسمح بالاستمرار ديالها تحديدا فش كنا ندره على الدعم الأول لنظام الكبرانات اللي هي فرنسا بدأت يعني تتخلى عن هذا النظام الذي لم يعد إلا ورقة محروقة في المنطقة استعملتها فرنسا في واحد الوقت تقدر تكون حققات بها مكاسب تقدر تكون استمرات بها يعني وضغطات بها على الدول الإفريقية في واحد الوقت لكن دابا تغيرت الأمور وبدأت فرنسا كتبحت على المصالح ديالها في عالم جديد إفريقيا جديدة إفريقيا اليوم اللي فرضات نفسها على المنتظم الدولي واللي ما زال زي دا كتفرض نفسها وكتستغل التوترات القائمة ما بين الأقطاب تحلت لها يعني الأبواب بمصر عايها إذن وجب محاربة هذا النظام الخبيط نظام اللي كيستغل يعني الدعف ديال إفريقيا اللي استغل الدعف ديال إفريقيا لمدة ما يفوق الـ 50 سنة باش يحقق مكاسب ويكون يعني تكون كيان وظيفي كي يشتغل من أجل المصالح ديال دول أخرى دابا وصلنا للك اللحظة هديك لهذا النظام هذا رديبقى غادي وكيخسر بطبيعة الحال وكيتكبد في الخسائر وهنا كما قلت لكم الإخوان هذا الانتصار المغربي الجديد عنده جوج ديال الفوائد فوائد الاقتصادية واللي غادي نتحدثو عليها دابا واللي إن شاء الله بإذن الله قريبا غادي نبدو كنلمسوها وكذلك هناك فوائد ديبلوماسية الفوائد الدبلوماسية كذلك غادي نلمسوها ولمسناها بدينا كنلمسوها بطبيعة الحال وغادي نشوفو كيف أتت تونس لتطلب ود المغرب لكن قبل نبدو بالفوائد الاقتصادية وهناك ندرع لصناعة السيارات عمالقة صين يتهافتون للاستثمار في المغرب وهذا من بين كذلك الأمور اللي كتخلي الصين تحفظ على العلاقات ديالها مع المملكة المغربية عرفها الموقع الجغرافي ديال المغرب عرفها الأهمية ديال المملكة المغربية عرفها فتتسابق شركات صينية للاستثمار في صناعة السيارات في المغرب ولسيما في مجال بطاريات السيارات الكهربائية خلال الأشهر القليلة الماضية أعلنت عشر مصنعين صينيين عن تطوير مشاريع ضخمة في كان العملاق الصيني سانتوري تاير أول من أعلن عن مشروع لبناء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة في المغرب وذلك في يناير 2023 سيتم إنشاء المصنع على مساحة 20 هكتار ويتطلب استثمارا قدره 490 مليون دولار حوالي 4.74 مليار درهم وفقا لصحيفة الرسول الإسبانية ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل في شتنبر الجاري وأن ينتج 12 مليون إطار سنويا وفقا للمصنع الصيني وسيتم تصدير الجزء الأكبر من هذا الإنتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما اختارت المجموعة بي تي آر نيوموتورز موتيريال جروب الصينية وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية أن تستقر في طانجيتيك وقعت شركة متعددة الجنسيات مع الحكومة المغربية في 29 مارس 2024 اتفاقية استثمار بقيمة 3 ديال مليار درهم لبناء مصنع لإنتاج الكاثودات ومن المتوقع أن يبدأ المصنع نشاطه في شتنبر 2027 بقدرة إنتاجية أولية كتب لك 25 ألف طن سنويا والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 ألف طن سنويا في السنوات التالية وأعلن العملاق الصيني في 13 غوشة 2024 عن بناء مصنع ثاني في طانجيتيك باستثمار يفوق 363 مليون دولار حوالي 3.5 مليار درهم وسيكون هذا المصنع مخصصا لإنتاج مواد أنوك بطاريات الليثيوم ومن المتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية سنويا 60 ألف طن ومن المقرر أن يبدأ تشغيل في عام 2026 وبدورها أعلنت شركتين صينيتين هايلانج وشينزون وهما الشركات الرائدة في تصنيع بطاريات السيارات كربائية في 14 مايو 2024 عن عزم هيمص ثمار مبلغ 910 ملايين دولار حوالي 8.79 مليار درهم في المغرب ومن المتوقع أن تشيد هايلانج التي تعمل في إنتاج قطع النحاس للسيارات مصنعها على مساحة 30 هكتار في طنجي تيك هذا العام بتكلفة 450 مليون دولار حوالي 4.35 مليار درهم أما شينزون المتخصصة في إنتاج أنه ذات بطاريات الليثيوم فمن المتوقع أن يتطلب مصنعها الذي تبلغ مساحة 20 هكتار لاستثمارا قدره 460 مليون دولار حوالي 4.440 مليون درهم ومن المتوقع أن يتوفر هذا المصنعان في بداية تشغيلهما حوالي أن يوفران في بداية تشغيلهما حوالي 4000 فرصة عمل داخل المملكة المغربية لماذا مشت المملكة المغربية لهذه القمة هذه لم يمشت لكي تبين العضلات لها أو لكي تجيب تقصي المرتزقة المرتزقة مقصيون لأن التواجد المملكة المغربية بحد ذاته هو فرصة مهمة جدا المغرب سيقوم لكل المنتدايات الاقتصادية ويكون حاضرا في كل المنتدايات الاقتصادية والدول العظمى تطمح الاستثمارات مع المغرب وما سيجعل الفرصة من نظام الكاميرانات من أجل بوليزاريو فهو يجني خيبة أمل هذا ما تحددنا عليه في هذه اللحظات هذه الاستثمارات في قطاع السيارات في المملكة المغربية من طرف الصين خلق حتى توجيس كبير عند الجيران في المملكة المغربية في الضفة الأوروبية علاش لأن المغرب بكل بساطة كيتحول مخصكم تعرفوا أن هناك أزمات كتعيشها ألمانيا هناك أزمات كتعيشها شركات سيارات صناعة السيارات في إسبانيا الأمور غادية وكتدهور معرفناش شنو غاد يوقع من هنا عشر سنوات للأمام طبيعة الحال الشهادة يقدر يحول الاقتصاد دي المملكة المغربية رأسا على عاقب أنا حاجة وحدا اللي كان طلب من الإخوان اللي كيتابعونا ولي كيشاهدونا وأننا يكون وحدة شوية دي التفاؤل ونصبرو وحدة شوية الله سبحانه وتعالى قادر يغير الأحوال معرفناش لأننا كانت حدثو على يعني مشاريع مهمة جدا على استثمارات مهمة مشكلة يرفع الاقتصاد دي الدول الأوروبية من غير صناعة صناعة الصيارات وإلى كانت المغرب قبل دي البشرية ككل علاج لأننا سنتحولوا من الاعتماد على الطاقة الاحفورية الطاقات المتجددة والمغرب راكبا كل شي المغرب رائد في هذا المجال هذا فتح الأبواب دياله يعني الشركات الكبرى أنا كنقول أن الاهتمام ديال الشباب المغربي والجيل الصاعد خصو يكون أكتر بالاقتصاد وبهذا المشاريع باش تكون يد عاملة مؤهلة في المملكة المغربية ومبقاش المغرب حاصل لأن إلما كانوا أولاد المغرب مأهلين باش يمشيوا هذه المصانع هذو وراء غادي يبقى الأجنابي يجي من برة وانت غادي بقى حل في مك كتنتظر الشتطيح وكتنتظر يعني الدولة تعطف عليه كله من الأحسن أن نشوف أن الناس الشباب اللي ولدتهم من الصغار واللي يركزوا يبعدوا على السياحة لأن المغرب يعود على الاقتصاد والصناعة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني لذي البلاد فهذا لذي تكون مهندسون مغاربة أكفاء وكذلك كان نشد الدولات التم بالتعليم لذي البلاد أرى هذا الخوصص لذي القطاع هو تدمير البلد وخيجي المشاريع إذا كانت يعني ما كانت يعني واحد الجيل اللي هو عنده تقافة واحد الجيل اللي مكون وعنده عنده في الدو باش يقدر يمشي هذه المشاريع هذه رأى تبقى البلاد كتتفرج وكتتنتظر أنك يجيب البراني الحمد لله احنا لدينا الطاقة البشرية من قرنوش رأسنا بدول الخليج مثلا اللي يفتقروا الطاقة البشرية عندهم ناس قلال دولة الكويت يالله وصلت المليون ولا معتحال دولة قطر كذلك الإمارات ناس قلال نحن الحمد لله رأى ندرع الملايين دي المغاربة رأى غدين الربعين مليون ولا غدين فتوها إن شاء الله فهذا الإحساء هذا فهاتش علاش عندنا التروى البشرية كائنة التروى البشرية غير خصة تكون مكونة وتكون واعية ونشر الوعي ها هي الصين يعني الكتافة السكانية اللي كينا في الصين ما كيناش في العالم كله أكبر دولة من ناحية الكتافة السكانية وهي كتسمر وهي غادية لأمام رأى ما شي قضية لا رحنا بزاف ما غديش يجينا لا من ناخدوش قدوة الكابرانات الكابرانات اللي ضمروا البلاد من أجل مصالح ديال دول أخرى لا خصي يكون المصالح ديال البلاد هي اللولة ندوزو الخبر الموالي متأكدونا الكرام وبعدما تحدثنا على المصالح الاقتصادية ديال المملكة المغربية في هذه القمة هذه قدوزو ندوزو على الفوائد الدبلوماسية ديال هذه القمة هذه واللجنتها المملكة المغربية بطبيعة الحال كما عرفتون الإخوان احنا ما كنعيشوش بوحديتنا كان عاود نأكدها وكنعيشو في واحدة من المنطقة مملوئة بالناس وكين دول كثيرة في هذه المنطقة هذه وكين بزر ديال الأمور فهذا الشي علاش المغرب رغما عن كل ذلك فعلا تونس خطعت ودارت خطأ فاذح ولكن على ما يبدو ان تونس تريد تصحيح الخطأ هذا وهذا الشي هذا الرغب عن تصحيح الخطأ اكتلات خصوصا من بعد ما بل لها ان المغرب ما كيلعبش بل لها ان المغرب وقف صنديض في وجه فرنسا يعني ما 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 مركعش الفرنسا وهذا الشي هذا راكي يؤثر ديبلوماسيا للجزائر السمعة دي الجزائر كتطع في الأرض وكتشوف أن فرنسا المستعمر السابق يعني يراهن على المملاكة المغربية على حساب العلاقات مع الجزائر راكتش هذا عنده تأثير ومدكر اللحبة هذه تونس كتحاول ترد العلاقات ديالها مع المغرب وهي دياجات الفرصة ديال هاد المنتدى ديال الصين وإفريقيا وشفت أن فعلا الصين رفضات التواجد ديال هاد المرتزيقات البوليزاريو من المؤكد أن تونس اندمعت على سنة 2022 واستقبال زعيم ميليشيات الوهم في التيكاظ ديال سنة 2022 في قمة التيكاظ فهذا شي علاش هذه نتحدثو على لقاء ما بين سيد نصر بوريطا ووزير الخارجية التونس وهذا اللقاء هذا علقت عليه تونس يعني وزارة الخارجية التونسية ومواقع الإعلام التونسية أعطاتوا واحد زخم إعلامي كبير علاش إنه فعلا تونس تعي جيدا أنها فرطت في علاقتها مع المغرب واتش هذا ما عاجبش التوانس وما عاجبش بزافت أصحاب القرار في تونس منهم الكثير اللي ما عاجبوش هذا وشفنا يعني حتى وزراء سابقون في تونس تحدثوا على الموضوع هذا وقال لك أن ما قام به قيس تعيس كان يعني بؤس وفعلا منذ ذلك اللحظة هذه وتونس تعاني اقتصاديا تعاني من عدة أمور فهنا كنشوف أن سيد ناصر بوريطا يلتقي مع نظيره وزير الخارجية التونس على هامش المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التقى وزير الخارجية ناصر بوريطا نظيره التونسي محمد علي النفطي بالعاصمة الصينية بكيم أمس الثلاثاء على هامش اللقاء التحضير للمؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي وأعلنت الخارجية التونسية عن لقاء ضار بين الوزير التونسي ونظيره المغربي على هامش اللقاء التحضير للمؤتمر الموزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي وأوردت الخارجية التونسية أن النفطي ووزير التؤول الخارجية والهجرة التونسي بالخارج التقى مع عدد من وضرائه من الدول المغاربية والإفريقية تناول معهم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وهذه الدول وسبل تعزيزها فهنا أنا كنشوف فيما يخص العلاقات مع تونس لا يهمنا طبيعة الحال لأنها بعيدة علينا جغرافيا وعدا أمور لكن رغم من عن كل ذلك لا يمكن تكون دولة رائدة وتكون دولة في الرياضة وتكون دولة عظمة إلا ما كانت عندها علاقات مع كل الدول كيفما بغت تكون ووحدة نقطة كتتعامل بها المملكة المغربية هذه مهمة جدا كنظن أنها هي المصار اللي كنتمشي عليه كل الدول العظمة هي أنها ما عندها فرق ما بين دولة عظمة ما بين دولة فقيرة دولة غنية كتتعامل مع الدول يعني سواسية عندها العلاقات الدولية يعني بحال بحال كانت تعملت مع تونس كانت تعاملت مع الجزائر كانت تعاملت مع أي دولة طبعا للحال اللي كتحترم السيادة دي المملكة المغربية الجزائر ما كتحترم الش السيادة دي المملكة المغربية إذا التعامل المغرب مع الجزائر خاص وخا رغم رسائل الويد علاقات ديها مع الجزائر إلا أن الجزائر كتبقى يعني واحد النقطة الصوداء في تاريخ المملكة المغربية كان هذا مخ daily siapa paulo www.s redesouveau� amazon.ru ولا نقدر نغير فه Redux يعني كيعطي الاهتمام للعلاقات الخارجية كي يتعامل مع موريطانيا كي يتعامل مع تونس كي يتعامل تونس خطات فعلا وتم يعني سعب السفير المغربي آنذاك وما زال العلاقات جامدة لحدود الساعة كان واحد الاتصال دي السيد نصر موريطان مع الوزير الجديد وزير الخارجي الجديد إثرات عيينين كانت واحد يعني واحد تهنيئة مرة مورو الكرام ماهتمتش بها المملكة المغربية قد ماهتمت بها تونس هناك نشوف الاهتمام ديال تونس بعودة العلاقات ديالها مع المملكة المغربية والأسباب متعددة منها كذلك الاعتراف فرنسي بين مغربيات سحراء والاعتراف الفرنسي بين مغربيات سحراء أطواح بالقيمة لمملكة المغربية لذا ك恭喜 كانت كل دول الإفريقية تراقب ماذا سيحدث في العلاقات ما بين فرنسا ومغرب ذاك الشي اللي كان مخلي فرنسا تبقى متعنت أنها ما تعتارفش مغربية سحراء لكن جاءت تعترف وقدمت الخطوة هذه للمملاكة المغربية كانت تنتظرها منذ مدة ومنذ الخبر الموالي متوينة كرام ونحن نمشي للشركات المغربية وهما أمامها من مشاريع لإنجاز مونديال 2030 مشاريع مهمة جدا وكيف يقول المثال المغربي خيرنا ما يديه خيرنا بهذا العبارة فهنا من العبت أننا نفتح المجال الشركات الأجنبية عندك شركات تستمر في إفريقيا تبني الملاعب في إفريقيا تقدم خدمات لأفريقيا ستدرب السمع هذه الشركات في البلاد إلا تفتح المجال لشركات أجنبية أكثر من الشركات الوطنية بحيث لا أعطيكم مثال إسبانيا لن تبني البنية التحتية لا تكون شركات إسبانية دول العظمة هكا كديرة فرنسا فشك تبغي تخدم البنية التحتية ديرها كتفتح المجال لشركات الفرنسية أولوية أنت عندك شركات في البلاد شركات قادرة تعطيل كثير تستمر شركات بنات يعني جسور في إفريقيا بنات مشاريع في إفريقيا إفريقيا تطمح لأن تكون عندها استثمارات مع المملاكة المغربية فيما يخصت شركات الوطنية إلا جيتيك تعتمد يعني في قلب المغرب شركات أجنبية فرقت تعطي صورة غير لائقة على الشركات الوطنية لكن الشركات فعلا أثبتت الجدارة ديلها والريادة ديلها بطبع الحال نحن مغادش نغامره مثلا بملعب بغيرها على على استضافة النهائي ديل المنظي الـ 2030 إلى ما كانش فعلا هناك يعني جدارة واستحقاق لمن سينال هذا المشروع هذا سواء كانت شركة مغربية أو غيرها مشيحة الشركة مغربية وضعية الحال هذه جدت له حتى المشاريع وتضمرهم فبعدما أثبتت جدارتها وريادتها مقاولات مغربية تتنافس لإنجاز مشاريع منذ 2030 أثبتت مقاولات مغربية متخصصة ريادتها في بناء وإنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة بعدد من المدن الكبرى كالعاصمة الريبانت ومدن الضر البيضاء وطنجة وأقادير وتتجه هذه المقاولات المشهود لها بالكفاءة والريادة للتنافس لإنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بمنذي 2030 على حساب مقاولات الأجنبية التي سيكون على البلاد تحمل استنزاف احتياط المملكة من العملة الصعبة هذه نقطة سلبية كذلك إلا شركة إسبانية لا تستخلصها بالدرهم تستنزاف الشريف العملة الاحتياطي العملة تسرد الجالية الفوسفات التي تبيع تصدير الماء التي تصدر الخارج من فواكه وخوضهر وهو الاحتياطي العملة تبدو تحط الشركات الأجنبية وهذا يضرب الاقتصاد الوطني فإلا كانت عندك شركة وطنية ستكون عندها الأولوية وهذا ما يمكن إسبانيا تعطي الأولوية إلى شركة فرنسية أو شركة إسبانية هذا هو العبت سيكون بأم عيني فهذا شي لش الأولوية كان أكدها للشركات الوطنية الشركات الوطنية عندها الأولوية في الاستثمار دائما والتابع المغاربة بكثير من الاهتمام ريادة شركات مغربية كبرى في إنجاز ملعب مولاي عبدالله بن رباط بتقنيات عالية الجودة وبسواعد مغربية 100% ليصبح أيقونة حقيقية تضاهي أجمل وأكبر ملاعب العالم من جهتها تواصل مقاولات مغربية أخرى إنجاز المستشفى الجامعي الجديد ابن سينة بالعاصمة الرباط وكذلك المجمع الاستشفاء الجامعي المجاور له والذي تسير به الأشغال بوتيرة جد سريعة ليصبح جاهزاً نهاية 2025 هذا إضافة إلى مرائب سيارات وقعات رياضية متعددة لإختصاصات وتهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية كما تواصل مقاولات مغربية مختصة ترميم ملاعب أقادير ومراك شفاس وطنجة بتقنيات متطورة وسواعد مغربية استعداداً لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 ومنذيه 2030 بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال كما أن هناك مقاولات مغربية أخرى من همكة في تطوير محطات القطار فائق السرعة فضلاً عن إعداد محطات خاصة بقطارات RER التي ستربط عدد من المدن والمقاطعات محوري الضربيضاء والربال ويرى متتبعون أن المقاولات المغربية التي بارزت بإنجاز مشاريع البنية التحتية الحالية بعدد من المدن تستحق أن تحظى بثقة مؤسسات البلاد تجيعاً لها لكونها مؤسسات مغربية وثانياً لحماية الاحتياط المغربي من العملة الصعبة والتي تستنزفه المقاولات الأجنبية التي تحظى بصفقات المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في المملكة المغربية يعني لكي تحافظ على الاقتصاد الوطني ضروري تعامل مع الشركات الوطنية خيرنا ما يدي خيرنا أولاً الأموال هذه التي تبقى في البلاد الناس التي تستفض منها هي مغاربة ثانياً لا تحتاج العملة الصعبة لكي تنزف المخزون العملة الصعبة التي تحتاجها استيراد أمور التي تسوردها المملكة المغربية مثل القمح التي ترفع من الواتيرة استيرادها عدة أمور التي تحتاجها المملكة المغربية فطبيعة الحال هذه هي الفرصة هو أنك تعتمد على الشركات الوطنية ندوزو الخبر الأخير المتابعين الكرام باش نختمو الحلقة دينا غدي نمشيو لما هو خارجي وغنمشيو تحديداً لفرنسا فرنسا إيمانويل ماكرون عريضة تطالب بعزل ماكرون من الرئاسة الفرنسية كيفاش هذه العريضة وهذا الشي هذا كامل؟ قبل ما ندوزو نشوفو التفاصيل غنطرحوا واحد السؤال وغدي نجاوبو عليه بطبيعة الحال واش فعلا هذي الناس هذو يقدروا يعزلوا إيمانويل ماكرون الأسباب متعددة ولكن سبب واحد هو الأساسي من أجل هذ المطالب هذي هي الأسباب كثيرة اللي كالطالب في فرنسا للطرد إيمانويل ماكرون لكن كين سبب أساسي هذا يخلي فعلا الناس توقع كتر من 186 ألف فرنسي على عريضة كالطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنا قبل ما نجاوبوا على واش غا يقدروا ولا لا كين واحد سؤال كذلك مطروح وهو واش إلى تم العزل دير إيمانويل ماكرون غادي تأثر العلاقات الفرنسية المغربية قبل ما نتحدثوا على التفاصيل الكاملة غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا غادي نجاوبوا عليه غادي نعطيه مشارح تبع العلاقات الإسبانية المغربية غادي نقول لكم واحدة مسألة ديبلوماسية المغربية واجهت أشرص مكين لا في إسبانيا ولا في فرنسا سواء بيدرو سانتيز سواء إيمانويل ماكرون رغم شي من السهل هتجوج ديال الشخصيات المتيرة للجذل أنها تعترف لك بمغربية الصحراء أخذكم تعرفوا هذه المسألة هذه يعني فرنسا كانت كل الأصوات تطالب قاع الأحزاب السياسية كل شي كان يطالب بالاعتراف بمغربية الصحراء أما في إسبانيا فكان من المستبع جدا أن بيدرو سانتيز يعتار بمغربية الصحراء لأنه يساري ويميل لليصار المتطرف داعم لأطروحة الانفصال للبوليزاريو فكان عاود نأكدها مرة أخرى من بعد الاعتراف ديال يعني الاعتراف ديال إسبانيا وديال فرنسا سعيب بزاف يتغير المشهد رغم تغيير الحكام سواء تغير بيدرو سانتيز ولا تغير ورغناها تفي الانتخابات السابقة بزاف ديال إخوان كان يقول لك لا يطلع فيه أخوه غادي يسحب الاعتراف ديال المغربية الصحراء ما غاديش يسحب الاعتراف ديال المغربية الصحراء وكان طبعو لكم عليها وكان بسبول لكم عليها بالعشرة علاش؟ لأن المصالح تتحدث وإسبانيا تبحث عن المصالح ديالها وفرنسا تبحث عن المصالحها فإيمان والماكرون كان من أبعد ما يمكن أن يعترف بمغربية الصحراء هو اعترف بمغربية الصحراء ولا تمت الإقالة دياله غادي تكون علاقات أكتر من جيدة مع فرنسا ورغم اختلاف القادة علاش؟ لأن اليمين إلا كان اليمين المتطرف راه عنده حساسية من الجزائر وما غاديش يتقرب من الجزائر إلا كان اليسار المتطرف ولا اليسار المعتدل في فرنسا فهو يراهن على المصالح ديال فرنسا والمصالح ديال فرنسا فضل لحظت هذه مع المملكة المغربية فهنا شنو السبب اللي غادي خليها للنس هدو يوقعوا على هاد العارضة هدي اللي هما 186 ألف شخص وواش غادي ينجحوه ولا ما ينجحوش وقع أكثر من 186 ألف شخص على عريضة طالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية تجاهله نتائج الانتخابات وحسب ما نشرته وكالة الأناظول فإن العريضة جمعت أكثر من 186 ألف توقيع للمطالبة بعزل ماكرون لأنه لم يعين رئيسا للوزراء إلى حدود الساعة من بعد الانتخابات الشريعية الفرنسية اللي هو بنفسه طالب بها لكن القرسو يعني في واحد الورطة حقيقية رغم مرور شهرين على إجراء الانتخابات في البلاد وقالت نائبة عن حزب فرنسا الأبية أقصى اليسار كليمانس جيتي في منشور عبر منصة X يوم أمس الثلاثاء إن العريضة التي تم تدولها عبر الإنترنت قد تم توقيعها من قبل ما يقرب من 200 ألف شخص حتى الآن دعية الفرنسيين إلى التوقيع على العريضة التي تطالب بعزل الرئيس ماكرون وتتهم العريضة ماكرون بالسماح للحكومة السابقة بمواصلة مهمها وعرق على تنفيذ جميع البرامج الحكومية التي لا تتماشى مع برامج خاصة رغم نتائج الانتخابات واش تقدر في علامة العريضة جر العزل إيمانو الماكرون مستبعد جدا بطبيعة الحال لتدعيات عديدة لأن فرنسا فضل حضرتها دي غير مستعدة لانتخابات لأسياء جديدة فمن الصعب جدا عزل إيمانو الماكرون قبل انتخابات أو استحقاقات دي سنة 2027 إذن أنا أظن أن هذه مجرد تحركات شعبوية يقوم بها اليسار المتطرف في فرنسا وما غاديش تقدر تنجحهم أنهم يقوموا بعزل إيمانو الماكرون في هذه اللحظات هذه حتى استحقاقات 2027 وأصلا ماكرون ما بقتلينش فرصة أنه يترشح مرة أخرى هذه الأخبار دينا اليوم متابعين الكرام أتمنى تكون لقاتكم ويخرجوا على خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشكركم على حسن المتابعة والتباية والدعم والمتواصل لقناتنا ونشوفكم إن شاء الله فيديو خور ومضحور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم